موسيقى موسيقى شباب عمليت يا رب دايما تكونوا بالف خير فيديو النهاردة شباب جامد جدا لعبة جامدة انا ما كنتش متخيلها انها تبقى موجودة على الموبايل ودي اول تجربة لية ان انا لعب لعبة زي دية بالمستوى ده على الموبايل بصراحة اللعبة صدمتني صدمتني بامانة يا شباب لعبة ديفل مايك راي وبصراحة اللعبة هي موجودة بقالها فترة على بعض المتاجر وخصوصا المتجر التاب تاب لكن انا منعدتي دايما لازم ادخل اشوف الكومنتات الموجودة على اللعبة وايه المشاكل اللي موجودة لقيت ان تقريبا اغلبية الناس كلها باش عارفة تعمل تسجيل في اللعبة شكل تاني خالص اللي انت بتعمل لازم دخل رقم موبايل صيني وفي مشاكل كتيرة جدا في اللعبة الناس كلها عاملة ازمة بسبب اللعبة زايدية حتى دخلت على الخاص باللعبة برضو لقيت عالم تاني مليان برضو بالمشاكل عشان خاطر لهم مش عارفين يسجلوا في لعبة ديفل مايك راي لكن انا طبعا الفضول جابني في اللعبة الزايدية ان انا برضو عايز انزلها عندي عشان اعرف المشكلة فين بالزبط وده اللي انا عملته بصراحة يعني انا حتى اخرت الفيديو انا كنت مفروض انزل فيديو مبارح مرضتش انزله بسبب اللعبة زايدية كنت بحاول ان انا احملها لان كان في مشكلة عندي في النت وكده بس يعني الحمد لله وصلت في الاخر ان انا احمل اللعبة وخلصها خالص وقلت اعمل تسجيل دخول بصراحة وبصراحة انا ما وصلنيش اي مشكلة خالص في اللعبة اللعبة يا شباب انا نزلتها عادي جدا بعد ما استحملت التحميل بتاعها وفضلت اجربها عندي ما لقيتش فيها اي مشكلة حتى لو زغيرة ما فيش مشكلة خالص في اللعبة زايدية ان انت ممكن تلعب لعبة ديفل مايك راي على الموبايل نعارف طبعا اللي في نسخة البي سي طبعا جامدة جدا بس بصراحة انك تنقل المستوى الخاص بلعبة البي سي بتبقى موجودة على الموبايل بصراحة انا بامانة استضمت لما شفت اللعبة بالمستوى الجامد دوت وبصراحة شباب يعني اللعبة مساحتها كبيرة جدا يعني اللعبة هتاخد تمانية جيجا من مساحة الهاتف بتاعك هي اللعبة تستاهل لكن انت بتستغنع على الحاجات كتيرة جدا في الموبايل عشان خاطر لعبة زي دي انا كما قلت لك الفضول خدني ان انا لازم انزل اللعبة وفعلا انا استغنيت على الحاجات في اللعبة واخرتي كتير يعني من الوقت عشان خاطر اللعبة دي قلت لازم اجربها باي شك والحمد لله يعني اللعبة ما قابلتنيش فيه اي مشكلة انا بالصدفة يعني بقلب في مطجر البلي بلي كده من ضمن ما انا بدور على الالعاب الجديدة فلقيت اللعبة موجودة قلت لازم احملها من المطجر الخاص بالبلي بلي عشان اشوف هل فيبقى فيه نفس المشكلة ولا لا لقيت فعلا ما لقيتش اي حاجة خالص ولا اي مشكلة ولا قل حتى رقم صيني ولا اي حاجة من دي انا لقيت الحساب بتاعي ربط باللعبة على طول زي ما انا حملتها من المطجر زي ما بحمل اي لعبة اللي قيتها ربطت بالحساب وعلشان انت بقى تحمل لعبة زي دي لازم تجمد قلبك كده ويكون عندك طولة بال لانه هو هيفرحك في الاول باتنين جيجة تحملهم بعد كده يفضل بقى يضغط عليك بملفات لحد ما اللعبة حجمها بيكبر منك خالص بعد كده العملية بتمشي عادي جدا لو انت حملتها من المطجر البيلي بيلي عادي بتضغط بقى على اللي هي اتفاكية المستخدم بتضغط اوكي وبعد كده بقى بتربط الحساب اللي هو مطجر البيلي بيلي لو حسابك على البيلي بيلي بتربطه باللعبة والموضوع بيمشي عادي وبطلبش منك حاجة تانية خالص في اللعبة والله لو طلب منك اي حاجة تانية خالص هيبقى برضو هي حاجة واحدة اللي انا قلتها لك قبل كده اللي هي المعرف الصيني اننا برضو بسيبقى لكم دايما في اي لعبة الصيني بسيبقى لكم دايما في الوصف بتنسخ الاسم وبتنسخ الرقم ما فيش غيرهم غير كده هو بيرضط حسابك باللعبة ترام انت عندك حساب على البيلي بيلي اللعبة بصراحة شباب هتصدمك انت لما تلعبها وكده شباب كنت وصلت لنهاية الفيديو عشان ما طولش عليكم اكتر من كده جميع الروابط يا شباب قتلوها موجودة في الوصف اسفل الفيديو بتنسونا يا شباب الدعم باللايك والاشتراك في القناة هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلامة